اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فجأة دخل شخص وعلى وش الشر وقال لهم اهلا بكم في جاحمي البص مالك بتعجب انت مين منتصر بشر تقدر تقول ان البص او اللي هياخد روحكم بالنسبة ليك يعني او سميني زي ما تسميني مالك بسكة كله بايد ربنا مش بايدك انت منتصر بغل هحرق قلبه عليك زي ما كان سبب فقتل اخويا الزمان اكيد هو اللي بلغ الحاوي بمكان التسليم لان بعد ما قتله قال لي فهد بيسلم عليك عيش بصدمة نفسها فهد هو الحاوي يعني فهد اللي قتل يا ربي دا لو عرف هي موتنا كلنا رحمنا يا رب رحمة برعب طب واحنا زنبنا ايه منتصر بتسليم البنات هتكون عبيدة عندنا وخلي بقى الرجالة تعرف شغلها مع بلاك ومالك مالك هو كأن حد سحب منه الاكسجين اقسم بالله لو قربت منهم لخليك تتمنى الموت بلاك بغضب واحد زيك ما عندهوش اخلاق يتاجر في البنات دي غير تجارة الاعضاء وغير القتل والنصب وغسيل الاموال اوه هتفتكر ان طول المدة دا جي معرفش عنك حاجة تبقى واحد طاير دماغه منه انا معايا معلومات توديكم في دهية واه ناسيت اقولك ان المعلومات دي زمانها وصلت للحاوي رافع منتصر سلاحه بغضب وقال له واتفتكر ان انا هسيبك وضرب عليه رصاصة استقرت في كتفه بلاك بتعب نهايتك قربت قوي لو فاكر ان هستسلم يبقى بتحلم مالك بغضب جحيمي اه يا ولادل اه ما عرفتكوش بنفسي انا ارتيم دينيال رئيس المافيا الروسي نظر مالك بصدمة لبلاك وقال له احنا وقعنا مع مين اوليفر اللي كنت بظن ابويا وطلع مصعده وشريكه وكنت بعيش معاهم وما قدرتش اشك في اي حاجة منتصر بصياح برا الغرفة اوليفر فين مستر ام ممدوح باجابة انا هنا يا بوس فين الورق اتفضل يا بوس اتماض عليه والدنيا تمام ودخل ليهم بعد شوية مالك بتعجب ورق ايه ده ومنتصر بشر القضية ايه عشق بصدمة مش انت اللي بتشتغل عند ابيه في الشركة ممدوح بشر ايه ايه رأيك انفع باخايك صح عشق بكره حسبي الله اوه في غرفة مجورة ليهم الطيارة جهزة فوق المبنى دلوقتي لازم نسافر حالا واللي جوه الدول ما زل نفعل بهم خلصوا على بلاك ومالك وهاتوا البنات معنا تمام يا بوس اعتبروا حصل اوه عند نور اللي كانت أعدم عليان انا خايفة قوي يا نور ما تخفيش اتوكلي على الله وهو مش هيغزلنا أبدا وهيرجعوا بخير ان شاء الله والوقت ده دخل محمد والد نور يعني يا نور فهد هو الحاوي اللي بنسمع عنه نور بإيماء ايوا يا بابا انا خايف عليك قوي يا نور فهد حياته كده هتبقى خطر ومش هكون متطمن عليك معاه نور بقى لا يعني يا بابا هطلب يطلقك بعد ما يتخلص من كل ده وقتها هتوبي في أمان وهو مفيش حد هيمسك نور بنفك لا يا بابا مش هتطلق محمد بتعجب ليه يا نور انت عارفة انه متجوزك عشان يحميك مش أقطع بس بس ليان بسرعة عشان تنقذ الموقف ربنا يسهل يا عمي ادعي ربنا بس ربنا يصدق وفي الشركة دخل سليم مكتب زين اللي لقاه حطت إيده على رسه بحزن جديد سليم بغدوء زين يا زين زين بنظرة ألم اتفضل يا سليم انت كويس زين بتنهيده أجدب عليك لو قلتلك اني كويس يا سليم اخوتي اللي اتنين طلوا عملية ومش يعرف عنهم اي حاجة ومين كمل كمان وعشج سليم ببسمة معجب بيها ياه ده أنا معجب بيها من أيام ما ناهية كانت عندها 12 سنة يا سليم يبقى خط خطوة وحافظ على قلبك وتقدم ليها ناوي عليك ده بس ترجع بالسلامة ان شاء الله وكمل كلامه انا مش فاهم علاقة فهد بيهم ايه ومين اوليفر ومين مستر ام ومين الحاوي زين بدحك ايه ده يا عم كل ده انت بتحجج معي سليم بفدول لا بجد من دول وايه علاقتهم ببعض مش فاهم حاجة انا هفهمك اوليفر ده كان صديق والد فهد وكان اصدقاء جوي كمان وشركة ومعهم حسن بس سفروا التلاتة برة واشتغلوا وطعبوا اكتر واحد تعف فيهم وعمل الشركة دي بفلوس حلال هو محمود والد فهد بس بعد ما فهد تولد اوليفر اتحجج لانه لازم يسافر يكمل برة خصوصا ان محمد قالها يستجر في مصر وبعد عشر سنين حصلت مشاكل جبيرة جوي بين محمود وناس من روسيا وقتها فهد ما كانش مدرك من دول بس محمود كان مرعوب منهم جوي فضل عايشين في رعب مدة طويلة وكل ده طبعا ما يعرفش فهد منه هو الشخص ده بعد ما هجموا ناس على الفلا وقتل والد والدته يا الله اتحمل كل ده ازاي زين بيكمل كلامه وقاله ولما قبر دخل كلية الشرطة وقبروا زي ما انت شايف وبقى الحاوي بس بعد خمس سنين فاتوا بدأ اوليفر يظهر في عمليات وتفجير كمين وكاتبه كاملة واصحاب فهد ماتوا هناك في العملية دي ومن ساعتها حطوا في دماغه من يومها وعاوز يوجعه بس فهد ما كانش يعرف ان اوليفر هو اللي جاتل ابوه ولا اوليفر يعرف ان فهد هو الحاوي ودلوقتي عرف يعني قتلها يبقى من نصف فهد زين بتنهيده ربنا يعدي الايام ديات على خير وربنا يسطر هناك زين بتعجب هناك فان راهف ودتها الفيلا وهي ادمخة طيرة منها زي ما انت عارف خيف عليهم منها زين بمقر اهلا يا ستة راهف اتفضالي سليم بسريخ والله ما قلت حاجة والله ما قلت حاجة الله يرحم الرجالة سليم بغضب مصطنع يا اخي وقعت قلبي حرام عليك فعلا الرجالة جي غلبة والله عاوز اقولك على حاجة جول انا عارف مكانهم فين زين بصدمة ازاي سليم بفخر مصطنع حطت جهاز متابعة لقياد في هدومه قبل ما يمشي زين بحماس طب يلا بيني وبعد ساعتين اياد بجدية هنهجم امتى حاول خيف اهجم حد من جوه يتقز يعني ايه يعني هحاول اتخلهم واخرجهم من غير ما حد ياخد باله هجي معاك لا انت خليك هنا لما اديك اشارة من جوه هجم وكمل بحب خلي بالك من نفسك يا اياد ان شاء الله دخل فهد وهو حطت كنعه لخص بالعمليات وقفز من فوق الصور لحد ما وصل لقوضة عليها حرص فعرف انها مقصودة بس لما قرب منهم سمع وانصدم من اللي شافه هو عند البنات اللي كانوا قاعدين بقلق ونور قلت لهم بهدوء تعرفوا الموقف ده وانتظرنا وقلقنا فكرني بخفنا يوم الايام وانتظر دولنا في العرض على الله بصرها الجميع بصمت وكملت نور كلامها وقالت يوم الايامة في احوال والناس في انواع فمنهم اهل الامان بحيث ان الناس كلها هتتفزع في اليوم ده وهم مش هيتفزع والناس في اليوم ده هتحزن وهم مش هيحزنوا ولائقة سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله عز وجل وربنا 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 لهم ان الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حثيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وهطط السماوات قطي السجل للكتب ويقطع بالنار ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعين ألف ملك بيجروها إلى غير ذلك من المشاهد المفزعة وربنا أعزى وجل أشار لشدة هول اليوم ده وقال يوم ما ترونها تذهل كل مرضاعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد الصفقة اللي هتم دي هتبقى مربحة جدا بس الزين اللي وكع فيها وده المطلوب بكرة فهدي يعرف أن زين اللي مضى على الملف وأنه السبب في دخول الهيروين البلد مش بعيد يقتله ولو عرف أننا اللي مضيناه من غير ما ياخد باله ويعرف منين خايف ما لا ممضوح يعترف علينا ومين هيسيب ممضوح يعترف علينا رصاصة واحدة وشكرا بس ده مستر إيم اللي اتهمنا محمد أنه هو الطيارة جاهزة فهدي بصدمة من اللي سمعه وما كانش يتوقعه يا الله ممضوحة ومستر إيم وأنا عملت إيه اتهمت زوجتي وأهنتها وكنت أعمى عن الحقيقة ومنتصر لصديقي اللي كنت فكره صديقي وتوعد ليهم بغضب خرج جهازه وكلم إياد وبلغ أنهم هيرابوا في الطيارة أما بقى فهد راح لغرفة البنات مالك بتاع الجوب انت مين وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة أتمنى تكون عجبتكم ما تنسوش يا أحلى أخوات لو عجبتكم قصتنا تضغطوا لايك واتبعوها عشان نقدر نخلصها لحد النهاية بإذن الله ما تنسوش بقى تصالوا على النبي ووقتروا التعليقات بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبشكركم على قد التعليقاتكم الجميلة اللي زيق لبكم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أحلى أخوات لو عجبتكم قصتنا ما تنسوش تضغطوا لايك الصفقة اللي هتم دي هتبقى مربحة جدا بس الزين اللي وكع فيها وده المطلوب بكرة فهدي يعرف ان زين اللي مضى على الملف وانه السبب في دخول الهروين البلد مش بعيد يقتله مش بعيد يقتله ولو عرف اننا اللي مضيناه من غير ما ياخد باله ويعرف منين خايف ما لا ممضوح يعترف علينا ومين هيسيب ممضوح يعترف علينا رصاصة واحدة وشكرا بس ده مستر ايم اللي اتهمنا محمد انه هو الطيارة جاهزة فهدي بصدمة من اللي سمعه وما كانش يتوقعه يا الله ممضوحة ومستر ايم وانا عملت ايه اتهمت زوجتي واهنتها وكنت اعمى عن الحقيقة ومنتصر لصديقي اللي كنت فكره صديقي وتوعد ليهم بغضب خرج جهازه وكلم اياد وبلغ انهم ما يرابوا في الطيارة اما بقى فهد رح لغرفة البنات مالك بتعجب انت مين فهد بنظر تشوق انا الحاوي خلع فهد الكنع بتاعه وقرب من مالك ورح اقيل له شبهك صح انت انا بس فهد ما اعطلهش فرصة واخده في حضنه وقال له يا الله احساس حل وقوي انه يكون عندي اخي سندلية لا وكمان شبهي انهار مالك بالبكاء فحضن اخوه اللي ما كانش يعرفه غير من اسابيع وقال له حضنك حلو اوي عمري ما حد حظني كده يا فهد انا مش مصدق اني لي اخ ياه لو تعرف يا فهد قلبي محروق ازاي على كل ديئة من غيركم وكمل بشعقات عالية سمعت الغرفة كلها كنت دايما لوحدي ما كانش عندي صحاب ولا اخوات ما كانش لي حد بس بس دلوقتي باع عندي اخ ومش اي اخ ده احسر اخ في الدنيا كلها خايف ابعد عنك يا فهد ويطلع كل ده حلم واما لقيني لسه الوحدي خايف يكون كل حلم يا فهد فهد ببكاء مش حلم يا مالك انا اخوك وجنبك وعمري ما هسيبك ابدا انا كمان تعبت اوي ويمكن جزاء تعبدا ان يطلع لي يا اخي ويبقى سند ويشيل معي شوية انا شلت حملة قيل وانا طفل محدش يشيله كنت بتمنى كن بحلم وقتها بس طلعت حقيقة وحقيقة بشعة اوي ربنا عوضني بيك دلوقتي ومش هبعد ابدا عنك حتى لو كلفني روحي ايش معنى انا خدوني معاكم تعالي يا روح قلبي فهد انتي وانضمت لهم عيش وهو كانت وقفة على طرف الغرفة رحمة اللي حفظ قلبها وغض بصرها بالرغم ان معاها في نفس القودة حد بتعجب بيه وعند منتصر اعرفوا مكان المبنى متحاوت اوليفر بشار ما عديتش علي هتعمل ايه ان الزارع كنبيلا جوه المبنى هتنفجر خلال دقيقة طب يلا يانا ركب الطيارة بسرعة وكانوا لسه يركبوا الطيارة بس طالقة سريعة استقرت في صدر صائق الطيارة نفسها ايات بسقة انتو بتلعبوا مع الحاو النب يعني مش اي كلام منتصر بسريخ ما انت كمان هتموت معانا اقوم بلا هتنفجر ايات بهدوق وهو بيخلع قناعه لو هتنفجر يبقى نموت سوا منتصر بصدمة ايات نفس صدمتي فيك برده ومنتصر تلعت واحد خاين حسن بسريخ ما عدش غير نص دقيقة ولحظات وسمع فهد صوت صريخ ايات في الجهاز اخرج بر اخرج بر المبلح حلا يلا في اي ايات كنبلة كنبرة هتنفجر حلا في المكان مفيش وقت خارج فهد وهو بيسند عشاء ورحمة كانت جنبها ومالك كان بيسند بلاك ورحوا للعربية وساعتها ووصل زين وسليم اللي اتطمنوا عليهم واخد سليم بلاك ونقلوا المستشفى ورحمهم البنات وسواني بص مالك لفهد وزين بقلق فين اياد فهد وكأنه روحه بتتسحب منه بص قدامه بعيون حمره وبكاء شديد ولحظات كان المبنى كلها بينفجر ويتحطم على الارض فهد بضيعه اياد وفي المستشفى حضر اهل بلاك ربنا ينجيك يا ابني يا رب وتقوم بالسلامة ربنا ما يحرمني منك وعلى وجهه ابتسمة مطمئنة سليم براحة الحمد لله يا ست القل بلاك بخير يعني مراوان بخير ابني كويس يا دكتور بلاك عليك طمين مين مراوان يا ابني ما هو اسمه مراوان بس في الجهاز بيقولوله بلاك سليم بإماء تمامي حج وهو الحمد لله كويس شوية كده هيروح غرفة الافاق تقدروا تطمنوا علي ان شاء الله وسواني ودخلت بنت لابسة درس فتفاض وعليه خمار وقعدت جنبي احسن واسعد وراحت ايلالها خلتو انت عاملة ايه ومراوان كويس كويس الحمد لله يا بنت ربنا جبر بخطر فيه يا روان روان بروحك الحمد لله يا خلتو جتي ليه بنتي وتعبتي بس تعبك راح يا خلتو انا ما كنتش هقدر اعد وانت لوحدك هنا من غير ما كن معيك انت مش بس خلتي انت امي اللي مربيان احسن بحب ربنا يباريك فيك يا حبيبتي يا رب وينوني اللي في بالي وافرح بيكم وبص وراهم بصدمة لو انتو فاكرين ان ممكن اسيبكم يبقى بتحلامه ده ننم رياض منك ليه فهد بضحك شديد وفرحة ايده حبيب قلبي وحشتين قلبي كان هيقف بسببك يا ابن اللزينة الحمد لله يا رب الحمد للنا بخير يا هد انت كويس والله يكت واسج انك هتخرج منها مالك بفرحة الحمد للنك بخير فهدوزين كان هيحصل لهم حاجة انت كنت فين وازاي خركت من جوه ده المبنى كله بقى رمض على الارض ايات بفخر مصطنع هحكي لكم فلاش باك انت اكيد غبي هتموت نفسك معانا طب احسبها صح تعالها رب ووقتها هتكون انقصت نفسك وانا هضمك معاي وهتكسب كتير صدقني ايات بغضب انت فكر ان انا ممكن اخون صاحبي انت متخيل ان ممكن اخون فهد منتصر بتعجب وهو فهدو مالو دلوقتي ايات بضحك بل انت ما تعرفوش ان الحوي هو هو الفهد سمعتني يا اوليفر ولا ما سمعتنيش الحوي اللي مجننك اللي ملففك بلاد العالم كلها اللي انت بتترعب من اسمه هو هو الفهد اللي انت قتلت ابوه هيقتلك ويخلص عليكم كلكم اوليفر بصريخ لا لا انت اكيد تجننت اكيد بتخرف يلا كلكم قدام وقل لا اكسن بالله ما حد هيخرج من هنا سليم صهو منتصر عليه السلاح وقتلك رصاصة بس اتفادها ايات واستقرت في قلبه حسن ايات بضحك انت بتلعب مع الله اكبر منك وكده انت اللي هتتقذى ممدوح بصريخ ماليش دعوة ماليش دعوة هو 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 ليه بس ما كملش كلامه وضرب منتصر رصاصة استقرت هو كمان في قلبه عشان ما يعترفش عليه كويس قوي كده عشان ما بهدلش ايدي بيكم وانتو كمان اللي بتخلص على بعض هموتك ايات بهدوق ادرب تفضل يلا ومنتصر ضرب رصاصة كل والاخرى بس كان ايات ثابت في مكانه لانه كان لابس تزعلش مني انا باعتذر منك قدامهم كلهم وبقولك ان انا كنت غابي جدا لما قلت لك الكلام ده والله يا اياد انا ما كنت اقصد حاجة انا بس عصبيتي قلت بسببها الكلام ده وانت عارف ان انا لما بتعصب ما ببقاش مالك نفسي حقك علي يا صاحبي سامحني انا عمري ما زعلت منك يا فات انا بحبك اكتر من نفسي انت خويا وصاحبي وفي الفيلا رجع الشباب ومجيدة اول ما شافتهم بدموع بصيت لي ومهم اللي اتنين ولقيت اختلاف بصيت ما بينهم وراحت ايلا بحب انت مالك مالك بدموع ايو انا مجيدة ببكاء وانا خلتك يا حبيبي ولحظة وكانوا بيحدونوا بعضهم الاثنين وهي عادين يبكوا خلتوا يا قلبي خلتك يا حبيبي ينفع اقولك يا ماما مجيدة بفرحة ايوة يا حبيبي طبعا ينفع اما فات قرب من نور بس لقها بترجع لورا بخوف غمض عني بحزن وقال لها انت خايفة مني خايفة تضربني تاني ضغط على ايده بقوة وورا حقلها انا اسف سامحني يا نور ولسه مكملش كلامه محمد من وراهم بصدمة انت كمان بتمد ايدك عليها وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة اتمنى تكون عجبتكم انتظروا بقى ان شاء الله معانا في العيد وكل عام وانتم بخير الحلقة الاخيرة من الملتزمة والوحش ما تنسوش بها يا احلى اخوات لو عجبتكم قصتنا تضغطوا لايك ولو كنتوا صايمين في الايام المباركة دي تدعونا معاكم وما تنسوش من تعليقاتكم الجميلة اللي زايق لكم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي درس حصوصي في بيت سحس هاي حموكشة ممكن تقولي كلمتين عن مصر حموكشة ببلها كلمتين عن مصر لا يا حبيبي قولي كلمتين عن مصر ما كلمتين عن مصر في ايه يا ولد في كلامي مش مسموع ولا مفهوم اولا غلطان في ايه الجدعاء قولي زعب يا سردينة انا غلطان في حكي حبيبي عديك لعيب حموكشة يا رب اليوم داي عدي على خير طيب قولي انت يا سردينة كلام عن حب مصر مصر هي يا امي ايه الجامل ده ايوة كده اتعلم بقى من صاحبك شوية وظن كده فهمت وتقدر تقول مصر هي ايه حموكشة ببالها اكتر ايوة طبعا فهمت مصر هي ام سردينة المدرسة بصدمة خلاص خلاص انا تعبتي ونفسيتي تعبت انا هعتزل التدريس واشتغل بيعة طماطم بعد الضهر بسببكم انتو الاتنين وتلعد تجري في ايه ولا حموكشة المدرسة سوتا جاب اخر الشرع والنس بتتفرج عليها مفيش يا بابا ده زردينة كان بيقولها مصر هي امي وزالتني تعرف ايه عن مصر قلت لها مصر ام زردينة غلطت في ايه انا بس اسمال عليك يا ولا تلع فهمنش بهابوك ربنا يحرسك